السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الثاني والصناعي جميع الشعب طيب أنا عايز أقول لكم إيه النهاردة هنعمل مراجعة عامة على المنهج بتاع الترمي الأول كله اللي هم الوحدتين عندنا الوحدة الأولى الهندسة التحليلية والوحدة الثانية عساب المثلثات في حلقات سابقة احنا شرحنا المنهج كاملا وعملنا مراجعة للوحدة الأولى منفصلة والوحدة الثانية منفصلة النهاردة بقى الختام حشان الامتحانات بدأت كل سؤالهم طيبين هنعمل مراجعة عامة على المنهج كله بتاع الترمي الأول أفكركم احنا عندنا الوحدة الأولى فيها ثلاث دروس كان عندنا تقسيم قطعة مستقيمة وعندنا الصور المختلفة لمعادلة خط مستقيم وطول العمود من نقطة إلى مستقيم الوحدة الثانية حساب المثلثات عندنا برضو في عندي طول القوس ومساحة القطاع الدائري ومساحة القطع الدائرية ثم أخذنا العلاقات الأساسية للدوال المثلثية وخذنا حل المثلث اللي هو قاعدة الجاء وقاعدة الجتة وخذنا بعد كده مجموع وفرق زاويتين بنجيب لهم الجاء والجتة وعند ضعف الزاوية تعالوا بس عايز أفكركم وبرضو أوضح لكم صورة الورقة الامتحانية بتاعتنا احنا عندنا خمس أسئلة كل سؤال عليه أربع درجات والورقة كلها من كام؟ من عشرين يعني بتصحح من عشرين هي دي درجة الطالب طيب السؤال الأولاني بيبقى موضوعي يعني أكمل أو اختار اختيار من المتعدد بيكون أربع فقرات كل فقرة عليها درجة وبعد كده يتبقى أكمل أسئلة أربع أسئلة كل سؤال عليه أربع درجات في الغالب دائما بيكون على صورة ألف وباء يعني ألف درجتين وباء إيه درجتين تعالوا شوف أنا كاتبها لك هنا عندي يا هوت عشان تبقى واضحة مواصفات الورقة الامتحانية عندي هنا على الورق نظام التلات سنوات ونظام الخمس إيه سنوات المادة رياضيات جميل الدرجة الكلية الكبرى من خمسين والصغرى من خمسة وعشرين طيب أعمال السنة بتبقى عشرة في المية يعني خمسة درجة امتحان نصف العام أربعين في المية البقيين يبقى عشرين طيب الزمن بتاعنا كان ساعتين ونص نروح للترم التاني أعمال السنة برضو خمسة ودرجة نهاية الامتحان بتاع نهاية العام أربعين في المية بس هنا لازم يكون فيه نهاية صغرى يعني لو الطالب جاب أقل من خمسة في ورقة الامتحان بتاع الدور التاني يعتبر ايه عنده دور تاني يلازم يعيد المادة فنازم أنا خلي بالك عندي درجة كبرى ودرجة صغرى الكبرى عشرين والصغرى كان خمسة الزمن بتاعنا برضو في النصف التاني ساعتين وايه ونص زي ما قلنا خمس أسئلة الأولان اختيار من متعدد باربع درجات واربع أسئلة مقالية كل منها باربع درجات والتصحيح عندي ايه من عشرين جميل أول طيب تعالوا بقى نبدأ نشوف نراجع مع بعض على الباب الأول هندسة التحليلية لسه بنقول هوت هنا عندي إذا كانت الألف والباء أعطيني إحداثيتهم بيقول لي أوجد إحداثي نقطة جيم تنص في القطعة اللي عندي يعني هو عاجل منتصف طيب أنت المنتصف بتجيبه إزاي مجموع السينات على اتنين ومجموع الصدات على اتنين يبقى هتجمع ستة زائد اتنين واربعة زائد تمانية وتقسم كل مرة على اتنين يطلع عندك الناتج بكام أربعة وستة مسألة سهلة تعال نشوف مسألة تانية إذا كان الألف بكذا والباء بكذا أوجد إحداثي جيم تقسم ألف باء من الداخل يبقى أعطيني نقطة التقسيم بتاعي ميم واحد إلى ميم اتنين كاتت اتنين إلى تلات أقول له برضو أفكرك بالطريقة اللي احنا بنشتغل بيها بكتب النقطتين تلاتة واربعة سالب اتنين وخمسة واكتب نقطة التقسيم اللي هي اتنين وثلاتة واستخدم المقص بضرب ميم واحد في سين اتنين وميم اتنين في سين واحد عكس إحكاس زي ما بيقوله على ميم واحد زائد ميم اتنين لأن من الداخل الإشارات موجبة وأعوض اتنين في سالب اتنين تلاتة في تلاتة يبقى سالب اربعة زائد تسعة تطلع بخمسة على خمسة فيها كام فيها واحد وبرضو اتنين في خمسة وثلاتة في أربعة عشرة واثناشر اتنين وعشرين على الخمسة ما تتبسطش أخليها زي ما هي أو كنت ممكن أقول أربعة بعشرين ويتبقى اتنين يعني اتنين على خمسة يعني أنا ممكن أسيبها كده أخذ الدرجة كاملة وممكن برضو إنه أقوله واحد وأربعة صحيح واثنين على خمسة واثنين على خمسة برضو ممكن أعملها باستخدام الحاسبة يبقى أنا ممكن أقوله لو أنت قسمت اتنين وعشرين تقسيم خمس هيطلع كام هيطلع أربعة واربعة من عشر فأنا ممكن أقوله أربعة واربعة من عشر كل دي إجابات ايه؟ صحيح يعني زي ما انت عايز لو سبتهنة كده كسر ماشي عملتها كسر اعتيادي ماشي بسطها ماشي تعال نشوف سؤال آخر بيقول لي أوجد إذا كانت الألف والبا عايز بقى ايه؟ التقسيم المراضي من الخارج واضحة قدامكم هي السؤال نقطة تقسيم كام؟ سبع على اتنين كان هو ايه الفرق بين الداخل والخارج؟ قالك الإشارات في الداخل كان موجب في الخارج سالب ونفس الحل بحط النقطتين اتنين وثلاثة خمسة وسالب واحد نقطة تقسيم سبعة واثنين واكتب القانون واضرب سبعة في خمسة واثنين في سالب اتنين تمام؟ لأنه عندي هنا سالب الإشارة تنزل واثنين في اتنين على سبعة نقص اتنين وهنا سبعة في سالب واحد ناقص اتنين في تلاتة بعد ما ضربت خمسة وتلاتين نقص أربعة بواحد وتلاتين على خمسة وسالب سبعة وسالب ستة جمعتهم طلع بسالب تلاتتاشر على خمسة هسيبها على كده ويبقى الحل بتاعي ايه صحيح تعالى نشوف سؤال تاني على معادلة مستقيم بايه؟ مر بنقطة وميل النقطة اتنين وخمسة والميل سالب تلاتة زي ما قلتلك في حلقة سابقة وفي المراجعة اللي فاتت أنا عند القانون ده بسميه قانون ملاكي لان ده خلاص اللي هنعتمده صاد نقص صاد واحد يسوي ميم في سين نقص صين واحد أشيل صين واحد واكتب اتنين أشيل صاد واحد واكتب خمسة أشيل الميل واكتب سالب تلاتة وأفك القوس وخلي بالك لما تيجي تفك القوس بتضرب العدد اللي قبل القوس في القوس كله في الحدود اللي داخل القوس كلها سالب تلاتة في سين بسالب تلاتة سين وسالب في سالب بموجب وبعدين بتعمل ايه؟ بتوديهم الناحية التانية وأنا كنت بقولك هنا حارة وحارة وفي النص شارع يساوي ولما نروح من حارة الحارة بنغير الإشارة يعني سالب تلاتة سين تروح بلايه؟ بالموجب والستة تروح بلايه؟ بالسالب وقت بقى أجمع وأرتب مع بعض يبقى صاد زائد تلاتة سين سالب خمسة وسالب ستة سالب كام؟ سالب حداشر تعالى نشوف أيضا تمرين تاني بيقول لي أوجد معادلة المستقيم مار بنقطة الأصل هو هنا بقى عاطيني ايه؟ النقطة ونقطة الأصل لازم طلبنا يكونوا عارفينها نقطة الأصل هي نقطة تقاطع المحورين محور السينات ومحور الصلاة اللي هي النقطة دي طب دي نقطة شهيرة جدا اللي هي صفر وصفر يبقى أول ما تشوف في المسألة نقطة الأصل صفر وصفر والميل كام؟ تلاتة اكتب القانون بتاعنا عوض عن صاد واحد وسين واحد كلهم بأصفار شير الميل وحط تلاتة يبقى على طول مباشرة صاد يسوي تلاتة سين لو سبتها كده صح لو وديتها الحارة التانية وغيرت الإشارة يبقى صاد ناقص تلاتة سين بيسوي ايه؟ صفر تعال نشوف تمرين تاني هنا بيقول لي برضو كل تمرين بيكون فيه فكرة أوجد معادلة الخط المستقيم المر بالنقطة ويوازي محور السينات هو هنا ما عطنيش الميل صريح لكن عطيني الميل بلفة ايه اللفة اللي عندي دي؟ قال لي إن المستقيم يوازي محور السينات أقول له أنا عندي قاعدة بتقول لي إذا كان المستقيم يوازي محور السينات يبقى الميل بصفر يبقى أنا جيت كده جبت الميل وأنا عندي النقطة سين واحد وصاد واحد والميل جبته بصفر سين واحد بسالب اتنين صاد واحد بكام؟ بواحد وأكتب بقى القانون صاد ناقص صاد واحد يساوي مين في سين ناقص سين واحد؟ عوضت خلي بالك لما تحط الميل بصفر وهيتضرف في أي مقدار كل المقدار بصفر يعني كل الطرف اليسار ده بصفر يبقى صاد ناقص واحد بيساوي كام؟ بيساوي صفر وتمرين سهل وجميل تعال نشوف سؤال آخر هنا بيقول لي إيه؟ أوجد معادلة المستقيم المر بالنقطتين سالب واحد واثنين وثلاثة وخمسة هنا استخدم القانون اللي احنا كنا وغدينه اللي هو صاد ناقص صاد واحد على سين ناقص سين واحد يساوي صاد اتنين ناقص صاد واحد على سين اتنين ناقص سين واحد وعوض بالنقاط اللي عندي وضرب طرفين في وسطين وطلع إيه؟ ناتج اللي عندي بتاع المعادلة طيب واحد تاني كان يقول لي يا أستاذ أنا عايز أستخدم الأمان إيه هو الأمان؟ الطريق السهل أقول له هاتي الميل الأول لوحده واستخدم القانون بتاع معادلة مستقيم يمر بنقطة وميل اللي احنا خلاص عارفينه تعال نكتب النقطتين دول مع بعض كده سالم واحد واثنين وثلاثة وخمسة واحلوه لك بالطريقة التانية اللي احنا قلنا عليها ان احنا هنجيب الميل ونستخدم نقطة وميل فهقول له الميل يساوي فرق الصدات على فرق السنات طيب أنا عندي الصاد هنا خمسة أبدأ بهنا يبقى خمسة ناقص اتنين وتلاتة ناقص سالب واحد سالب في سالب بموجة خمسة ناقص اتنين بكم يا أستاذ بتلاتة تلاتة زائد واحد باربعة يبقى الميل عندي كام؟ تلاتة على اربعة وهستخدم اي نقطة عندي هقول له صاد ناقص صاد واحد يساوي ميم في سين ناقص سين واحد استخدم اي نقطة تعجبك تعال ناخد النقطة دي ادي سين واحد وصاد واحد يبقى صاد ناقص خمسة والميل تلاتة على اربعة سين ناقص ثلاثة اضرب الترفين في الوسطين احنا قلنا دي مقامها واحد يعني اضرب المقام ده في صاد ناقص خمسة وهنا تلاتة في سين ناقص ثلاثة فكلي الاقواص يبقى اربعة صاد ناقص عشرين تلاتة سين ناقص تسعة ودي النحية التانية يبقى اربعة صاد ناقص تلاتة سين دي هتروح بايه؟ بالموجب وهنا عندي سالب يبقى سالب عشرين وموجب تسعتاشر يبقى سالب حداشر يساوي صفر تعال نشوف احنا كنا عاملينه كام؟ اهو الاتنين جنبه بعضه اربعة صاد ناقص ثلاثة سين ناقص حداشر يساوي صفر زي ما احنا جبناه في المرة التانية طب مش ملاحظ ان هنا لو انت عملت مقارنة بين الحل ده والحل ده الحل ده اسهل وايصر يبقى هاتلي الميل الاول اذا اعتقل نقطتين هاتلي الميل الاول وعوض في قانونك الايه الجميل الايه المحبوب صاد ناقص صاد واحد يساوي مين في سين ناقص سين واحد جميل جدا يبقى كده عرفنا ايه الفرق بين دي وبين دي برضو براجع بيقول لي اوجد معادلة المستقيم اللي هو ماله مر بنقطة لكن مش عاطيني الميل مباشر قالك يوازي مستقيم يبقى لا بد انك انت تجيب ميل المستقيم اللي هو سالب معامل سين على معامل صاد معامل سين اربعة معامل صاد خمسة يبقى سالب اربعة على خمسة قالك بيوازي مستقيم يبقى الميل يساوي الميل يبقى مين بيساوي سالب اربعة على خمسة ودي عندك النقطة واحد وثلاثة عوض في القانون صاد ناقص ثلاثة سالب اربعة على خمسة في سين ناقص واحد انا عندي هنا فكت القوس ضربت سالب اربعة على خمسة في سين ناقص واحد طيب ما احنا خدنا برضو ان احنا ممكن ناخد طريقة اسهل من كده نعمل ايه بنضرب الخمسة في المقام دي هكتبها لك مرة تانية صاد ناقص ثلاثة يساوي سالب اربعة على خمسة في سين ناقص كام واحد سالب اربعة على خمسة تبقى هتعمل ايه قالك اضرب الخمسة على طول في القوس يساوي سالب اربعة في سين ناقص كده اسهل يبقى خمسة صاد ناقص خمستاشر سالب اربعة سين زائد اربعة ودي الناحية التانية يبقى زائد اربعة سين دي سالب مع سالب هنا يبقى سالب تساعتاشر يساوي صف هل انت كنت مطلع عنا كده قالك لو انت تربط هنا في خمسة هتبقى دي خمسة ودي اربعة ودي هتبقى سالب تساعتاشر يبقى هنا اسهل وايصر يبقى خلي بالك كل ما بتحل تمرين اكتر كل ما بتتعود على الطريقة السهلة وايه وتتعامل معها تعالى نشوف تمرين تاني هنا بقى عمودي معادلة مستقيم مر بالنقطة ثلاثة وسالب واحد وعمودي على المستقيم برضو مش عاطيني الميل انا عاطيني النقطة سين واحد وساد واحد لكن مش عاطيني الميل قالك ما عاطيك المستقيم وقالك انه عمودي يعني هتجيب من المستقيم سالب معامل سين على معامل ص السالب يروح مع السالب اتنين على ثلاثة طيب ده كان من المستقيم من العمودي بقى قالك اقلب الكسر وغير الاشارة عفوا يعني احنا بنقول ايه معكوس مقلوب الكسر معكوس ايه مقلوب الكسر طب الكسر كان عندك اتنين على ثلاثة اقلبه بقى ثلاثة على اتنين طب كان اشارته موجب خلي اشارته سالب يبقى لما تجيب ميل العمودي اقلب الكسر وغير الاشارة تعالى بقى نشوف يبقى الميل عندي سالب ثلاثة على اتنين اكتب القانون بتاعك الشهير قانون الحلقة دي وقانون الباب ده كله صد نقص صد واحد يسوي مين في صد نقص صد واحد شيل صد واحد وحط سالب سالب في سالب بايه بموجب وعندي هنا شيل الصد وحط ثلاثة اه سالب ثلاثة على اتنين احنا هنا ما فكناش بقى احنا استخدمنا برضو الطريقة التانية الاسهل ضربنا اتنين في صد زائد واحد فكنا القوس وضربنا سالب ثلاثة في صد نقص ثلاثة ثم جمعناهم طلع عندي اتنين صاد زائد ثلاثة سين نقص سبعة يسوي ايه يسوي صفر جميل خالص انا عندي كده اه معادلة مستقيم اه بكذا طريقة تعالوا نشوف الطريقة التانية دي اللي هو بيقطع اه اجزاء من المحاور السينات والصدات اوجد معادلة الخط المستقيم الذي يقطع جزءا طوله خمسة وحدات من اتجاه الموجب لمحور السينات يعني السين بخمسة يعني الالف هنا هتبقى بخمسة ويقطع ثلاثة وحدات من اتجاه السالب يبقى هنا المحور ده عندي صاد اللي هي الباق عندي بسالب ثلاثة فبكتب القانون سين على الف اذا اتصاعد على باق يساوي واحد الالف بخمسة الباق بسالب ثلاثة وهنا واحد ضربتها في خمستاشر عشان اتخلص من المقامات يبقى ثلاثة سين نقص خمسة صاد يساوي خمستاشر قلتلك دي تتحل بطرقة تانية ايه الطرقة التانية انك انت عندك نقطتين قال ليه الطريقة بتاعتنا بقى الملاكي اللي احنا عارفنا هات الميل هات ايه الميل ثم استخدم القاعدة اللي بتقول لك او القانون اللي بقول لك معادلة مستقيم يمر بنقطة ومين هنا احنا كنا حلناها باستخدام نقطتين مباشرة القانون مباشرة هيطلع برضو الناتج ثلاثة سين نقص خمسة صاد يساوي كام خمستاشر تعال نشوف ادماج الدروس الاولى مع الدروس التانية بيقول لي اوجد معادلة المستقيم المر بالنقطة والنقطة التي تقسم الف باء بنسبة اتنين الى تلاتة من الداخل يعني هو عايز نقطة التأسيم اللي من الداخل اطلعها الاول وبعدين اجيب معادلة مستقيم يمر بنقطتين اقول له بسيطة ادي النقطة الاولى سالب تلاتة وواحد الباء بسبعة وواحداشر نقطة تأسيم اتنين على وثلاتة وبستخدم المقص اتنين في سبعة وسالب تلاتة في تلاتة واثنين في احداشر وواحد في تلاتة طلع عندي النقطة واحد وخمسة فاصبع عندي معادلة المستقيم مر بنقطتين اربعة واثنين وواحد وخمسة طيب ما انا قلت لك خليك في المضمون هات من المستقيم يعني المل بن النقطتين يبقى خمسة نقص اتنين وواحد نقص اربعة يبقى انا ممكن اقول بقى انا بدأت اتنين نقص خمسة يبقى اربعة نقص واحد خلي بالك زي ما قلتلك لو بدأت بصاد اتنين لازم ابدأ بسين اتنين تحت لو بدأت بصاد واحد ابدأ بسين واحد انا هنا بدأت بصاد واحد اتنين يبقى ابدأ بسين واحد يبقى 2 نقص 5 بسالب 3 على 4 نقص 1 بسالب 3 طرحتهم بقى السمتهم على بعض طلع بسالب 1 يبقى الميل بكام بسالب 1 يبقى انا عندي بقى المطلوب بتاعي معادلة المستقيم المر بالنقطة 4 و 2 و ميله سالب 1 القانون اللي احنا خلاص بقى بقى مشهور بالنسبة لنا صد نقص صد 1 يسوي مين في سين نقص صد 1 عوضت شلت صد 1 ب 2 شلت الميل بسالب 1 شلت صد 1 ب 4 فكت الاقواص وديت كله في حارة تانية يبقى انا عندي صد زائد صد نقص 6 يسوي ايه يسوي صفر جميل خالص هنا معادلة مستقيم ده مباشر بيقول لي ايه مرسوم النقطة 1 و 2 على المستقيم ده انا عندي لابد ان انا عندي صد 1 وصد 1 والالف والبق والجين انا كاتبهم لك هنا على المستقيم طلعهم لبرة برضو سين 1 ب 1 صد 1 ب 2 الالف ب 6 الباق ب 8 الجين ب 4 ولازم تكون حافظ القانون وفهمه البعد اللي هو طول العمود القيمة المطلقة او المقياس لالف سين 1 زائد بق صد 1 زائد جيم على الجزر التربيعي الالف تربيع زائد بق تربيع يسمى المقياس يسمى المقياس او القيمة المطلقة وقلنا فييدته عشان لما يكون يطلع عندي القيمة بالسالب المقياس بيخليها لي موجب عوض الالف ب 6 سين 1 ب 1 البق ب 8 صد 1 ب 2 زائد الجيم ب 4 على الف تربيع وبق تربيع وعندي هنا ايه اعوض على النقطة طيب تعالي بقى نشوف لو انا حلت لك السؤال ده عشان الالف والبق اللي عندي انا عندي النقطة قاف بواحد واثنين والمستقيم ستة سين زائد تمانية صاد زائد اربعة يسوي صفر تعالي بقى نشوف انا طلعت لك سين واحد وصاد واحد والالف والبق والجيم سين واحد بواحد اتنين ستة تمانية اربعة البعد طول العمود يعني الف يبقى ستة فيه سين واحد بواحد البق بتمانية صاد واحد باتنين زائد الجيم باربعة على الالف هنا ستة تربيع والبق تمانية تربيع يبقى انا عندي ستة اتنين في تمانية بستاشر زائد اربعة هنا عندي ستة وتلاتين زائد اربعة وستين يعني جزر المية بكام بعشرة وهنا عندي ستة زائد اربعة عشرة وستاشر ستة وعشرين القيمة المطلقة بتاع ستة وعشرين بستة وعشرين على عشرة يبقى اتنين وستة من عشرة وحدة ايه طول وحدة ايه طول تمام جدا طيب تعالى نشوف برضو مسألة تانية بيقول لي هنا برضو دمج ايه هو عايز طول العمود المرسوم النقطة الى مستقيم مر بنقطتين مش عطيلك المستقيم لكن انت محتاج انك تجيبه طب هو قالك مر بنقطتين طب انا خلاص عرفت بقى اجيب له الميل بتاع النقطتين دول يبقى خمسة واحد ناقص كام تلاتة وخمسة ناقص اربعة طلع عندي بسلب اتنين ومعادلة المستقيم مر بنقطة وميل خد اي نقطة عن برضو بتاع المستقيم بتاع مين خلي بالك بتاع النقطة اللي عندي هنا انا خدت النقطة خمسة واحد يبقى صاد ناقص واحد الميل بسلب اتنين اللي عندي بسلب اتنين اهي والسينات بخمسة فكت القوس وديت الناحية التانية رتبت عشان اطلع الالف الالف هي معامل السين خلي بالك باتنين والباق معامل الساد بواحد والجين بسلب حداشر اصبع عندي النقطة اللي هشتغل عليها اللي هي ساقط من عندها العمود او المرسوم عندي العمود هيبقى اربعة واثنين يبقى النقطة اللي عندي كام اربعة واثنين اللي هي سين واحد وصاد واحد والالف والباق والجين طلعتهم اعوض في القانون الف سين واحد زائد باق صد واحد زائد جين على الجزر التربيع الالف تربيع زائد باق تربيع عوض شلت الالف باتنين سين واحد باربعة واحد في اتنين شلت الجين وحطت سالب حداشر جمعته كله ده وربعت تحت اتنين تربيع واحد تربيع بجزر خمسة يبقى انا عندي كله ده القيمة المطلقة فايدتها جاتة هي القيمة المطلقة لسالب واحد طلع عندي ايه بمجاب واحد يبقى واحد على جزر خمسة وحدة ايه طول جميل جدا كده احنا يعني شغالين زي الفل على معادلة مستقيم تعالوا نشوف فكرة تانية بيقول لي ايه اثبت ان النقطتين الف وباء تقعان في جهتين مختلفتين من المستقيم وعلى بعدين متساوين منه انا قلت لك هنا يعني الفكرة كلها في حاجتين هتجيب البعد يساوي البعد يبقى كده ايه على بعدين متساوين وتدرس اشارة المقياس في البعد الاولاني والبعد الثاني اذا طلعت الاشارة هنا مختلفة عن هنا هقوله في جهتين مختلفتين وطبعا طالما بيقول لي اثبت يبقى لابد ان هما تطلع الاشارة مختلفة في المقياس البعد الاول عن مقياس البعد الثاني طالما بيقول لي اثبت تمام يعني هو مؤكد علي طب لو قال لي بقى لو طلعت ان هي الاشارات ملها متشابهة يبقى في الحالة دي هيقعوا في جهة واحدة يبقى ما كانش هيقول لي اثبت كان هيقول لي ايه حاول او يقول لي بين او وضح اذا كان ايه السؤال تعال نشوف احنا هنحل ازاي هنجيب البعد الاول لنقطة اتنين وواحد على المستقيم اتنين سين زائد صاد ناقص ثلاثة وهيطلع عندي باتنين على جزر خمس طبعا طلعت الالف والبق والجيم اهو والنقطة عندي سين واحد وصاد واحد جبت البعد الثاني برضو بين النقطة دي والمستقيم طلع عندي باتنين على جزر خمس يبقى البعد الاول يساوي البعد الثاني يبقى النقطتين على بعدين متساويين من المستقيم يبقى دا كان المطلوب الاولاني قال لي بقى هل تقعان في جهتين مختلفتين انا عايز ازبتله ادرس نقارن اشارة المقياس المقياس هنا قبل ما طلع كانت اشارة الاتنين ايه موجب يبقى المستقيم الاول اشارة موجب طيب السالب اتنين دي قبل ما طلعها كانت اشارتها ايه سالب يبقى المستقيم التاني اشارته سالب يعني هنا الاشارتين مختلفتين على طول وانا متطمن اقول له النقطتين في جهتين مختلفتين جميل جدا كده احنا خلصنا مراجعة على الوحدة الاولى اللي هي ايه الهندسة التحليلية تعالوا نذكر بعض برضو وقل لكم رجع على حساب المثلفات والقوانين اللي عندي انا عندي طول قوس من دائرة لام يساوي هاغ دائري في نق وعندي مساحة قطاع دائري ليه قانونين وعندي مساحة القطاع الدائرية لها قانون طيب مساحة القطاع الدائري القانون الاولان ايه نص لام نق نص لام والقانون التاني لو شلت اللام يبقى نص هاء دائري في نق تربيع وعندي مساحة القطع الدائرية نص ايه نق تربيع افتح قوس هاء دائري في جاء هاء بالستين طيب تعالوا نشوف المسائل اللي عندنا ونحل مع بعض اوجد مساحة قطاع دائري طول قوسه 24 سنتي وطول نصف قطر دائرته 8 سنتي انت خلي بالك يهمني اقولك طلع معطياتك طول القوس يعني لام نصف قطر دائرته يعني نق انا طلعت اللام والنق هو عاجل مساحة ده سؤال مباشر مساحة القطاع الدائري نصف لام في نق شيل اللام وشيل النق وحطهم ايه اضربهم على بعض في الالة اهو نص بتعمل نص ازاي علامة عشرية خمسة او تعملها كسر ضرب بس دي اسهل 24 ضرب 8 اقوله يساوي 96 خلي بالك دي مساحة يبقى المساحة لابد ان هي تكون التمييز بتاعها ايه تربيع يبقى 96 سنتيمتر ايه تربيع جميل خالص تعالا نشوف سؤال تاني بيقولي اوجد مساحة قطاع دائري علما بان محيطه 25 سنتي وطول قوسه 9 اه دعاتين المحيط يا استاذ طب انا تعالا تعالا فكرك بالقوانين كده ادي عندي القطاع الدائري هنا نق وهنا نق وهنا لام ودي الزاوية اللي عندي طيب بيقولك المحيط محيط القطاع ده يعني الضلع ده والجزء ده المنحنة ده اللي هو تلقص والضلع ده طب الضلع ده اسمه ايه نق يبقى هقوله محيط القطاع نق ونق كام اتنين نق وهنا كام لام يبقى لام زائد اتنين نق يبقى ده محيط القطاع خلي بالك طيب تعالا نشوف مسألتنا هو عاطين المحيط بخمسة وعشرين يبقى اكتب له القانون المحيط يسوي لام زائد اتنين نق اشيل المحيط وحط خمسة وعشرين واشيل لام وحط تسعة يبقى المجهول اللي عندي اتنين نق طبعا بود الحارة التانية واطرح يبقى ستاشر يسوي اتنين نق يعني نق التمانين طب هو عايز يرجع يجيب ايه يجيب مساحة القطاع يبقى انا عندي مساحة القطاع الاسهل استخدم القانون الاول والا الثاني انا هقول لك القانون انه هو مساحة القطاع نص سلام في نق ونص نق تربيع ها وعندي هنا ها دا ايه يا ترى دا الاسهل ولا دا الاسهل اقول له على حسب معطياتك المعطى عندك هنا ايه السهل عندك ايه عندي النق موجودة جبتها وعندي اللام موجودة يبقى على طول استخدم القانون الاول اللي هو نص لام نق ايه اللي خليني ان انا اعقد على نفسي وروح اجيب قانون تاني واجيب الزاوية بالرديان لا مباشر يبقى نص في تسعة في تمانية باستخدام الالة ستة وثلاثين سنتيمتر تربيع تعالى نشوف سؤال تاني قطاع دائري مساحة واربعين سنتيمتر تربيع وطول قوس وثمانية اوجد نحيطه هنا اعطيني المساحة وعطيني طول القوس يبقى اكيد اننا هستخدم قانون من الاتنين دول وقانون سهل وقانون فيه المعطيات بتاعتي تعالى نشوف كده مع بعض مساحة القطاع الدائري يسوي نص لام في نق استخدمت القانون الاول المساحة عندي ولام عندي اقدر اجيب نق بعد التبسيط يبقى نق يسوي اربعين على اربعة يطلع 10 سنتي انت جبت ايه نق هو عايز محيط القطاع القطاع عندي لام زق دي اتنين نق يبقى لام بتمانية والنق بعشرة اتنين في عشرة بعشرين يبقى تمانية وعشرين خلي بالك قلت لك سنتي بس ليه لان ده محيط القطاع ده طول وليست مساحة فعشان كده ما حطتش ايه المساحة اللي عندي جميل جدا نشوف سؤال تاني وفكرة تانية قطاع دائري مساحته 16 سنتي متر تربية وقياس زاوية المركزية نص دائري احسب نص في قطر دائرته عايز نق اكتب القانون عندي اه انا كتبت القانون التاني اللي هو نص هاء دائري في نق تربيع شيل بقى المساحة واكتب 16 شيل هاء دائري واكتب نص والنص ممكن اكتبها واحد على اثنين او خمسة امت عشر زي ما اتفقنا وعندي هنا نق تربيع هي المجهولة فقط ابدأ بقى نص في نص بربع يعني اربعة تتضرب في 16 يبقى نق تربيع ب64 اي حاجة فيها تربيع عايز تتخلص من التربيع بتاخد لها الجزر يبقى نق يساوي جزر 64 ب8 طب انت ليه يا استاذ الجزر بيكون مجاب سالب اقول لك ده نص خطر استحال يطلع بالسالب يبقى نق هنا طلعت بكام طلعت ب8 سنط نشوف سؤال تاني هي نفس المسألة دي بس انا غيرت فيه المساحة كات المساحة كام هنا 25 طلع النق عندي بكام 10 لكن نفس فكرة السؤال سؤال تاني بقى برضو فكرة جميلة قطاع دائري مساحته 120 سنت تربية وطول قوسه 20 سنت اوجد قياس زاويته بالقياسين الستين والدائري السؤال اللي مرة علينا قبل كده كان طالب نصف القطر عطيني مساحة وطول قوس وعايز الزاوية بالدائري اللي هو الرديان وبالستين اللي هو الدرجات تعال نشوف هنعمل ايه هكتب القانون الاولان مساحة القطاع نص لام نق شيل المساحة شيل لام هطلم نق طلعت ب12 ارجع مرة تانية استخدم قانون طول القوس اللي هو هاق دائري في نق عندك النق وعندك لام هات هاق دائري هاق دائري هنا تطلع بكام 20 على 12 يعني 5 على 3 1 7 من 10 يبقى انت جبت الزاوية بالدائري طب انت محتاج تعمل ايه محتاج تجيب الزاوية بالستيني قال لك بسيطة خالص ما انا عارف بقى التحويل بعمل ايه يضرب في 180 على باي اللي هي تاتة واربع داشر من مية يا العكس يا باي على 180 اللي هي تاتة واربع داشر من مية يبقى انا هحول من دائري الى درجات يبقى سين درجة واحد وسبعة من عشرة في 180 على باي باي هنا كام قال لك استخدم تلاتة واربع داشر من مية اذا لم يذكر ذلك يعني لو مقال لكش ممكن يقول لك احيانا 22 على سبعة يبقى هنا عندي تلاتة واربع داشر من مية طبعا بستخدم الالة الالة اللي احنا منزلينها البرنامج على الموبايل برنامج جميل ادي واحد وسبعة من عشرة واحد فصلة سبعة من عشرة ضرب 180 بقولي ساوي احتياطي تقسيم 3.14 طلع عندي 97 وخمسة واربعين من مية اهي 97 وخمسة واربعين من مية لكن انا محتاج اعملها درجات ودقائق وثواني اقول له في زرار في الالة اسمه بتضغط عليه بيطلعها لك بالدرجات والدقائق والثواني يبقى 27 لو انت شايف عندي هنا الالة 27 درجة 27 دقيقة 8 ثواني ما باخدش الكسر يبقى انا باخد ايه لحد ايه كده طب واحد يقول لي انا كنت ممكن اجيب الهاء الدائري من مساحة القطاع اقول له اه بس ايه اللي خليك تدخل في متاهات وصعب من عندي السهل ده اختصار مباشر لكن هنا ضربه اختصار واسمه فانا هنا ايه بستخدم الاسهل دائما تعال نشوف بقى مسألة على القطعة الدائرية احسب مساحة قطعة دائرية طول نصف قطرها 10 سنطي يبقى هو عطيق هنا نصف القطر وطول القوس 26 و19 عطيني طول القوس عنده عطيني لام ماشي بتاع القطعة القانون نص نق تربيع فيها دائري نقص جهاء طب انا ما عنديش هلنا نصف القطر ماشي بس عطيق لام ليه خلي بالك دائما اقول للطلاب اذا عطالك معطيات وما استخدمتهاش يبقى حلك غير صحيح او غير كامل بمعنى صح انتبه اذا جالك معطى في السؤال وانت ما شاء الله خلصت ما اسألتك وما استخدمتوش حلق خطأ او حلق نقص بمعنى صح يعني مش كامل فهو هنا عطيني طول القص اكيد هستخدم منه وطلع منه الزاوية ايه بالدائري تعالا نشوف كده اقول له لام يسوي هاء دال في نق اللام بستة وعشرين تسعتاشر من مية النق بعشرة اقدر جيب الهاء دائري اه بثنين فاصلة ستة ومية وتسعتاشر من الف وحول هالي كامل انا ايه الى ستين اضرب في مية وتمانين على باي طلعت تقريبا مية وخمسين درجة يبقى انت عندك كل حاجة في المعطوات بداحتك جبت هاء دائري اهيه عشان القانون والزاوية بالستين جبتها وعندك نق من الاول اتكل على الله بقى وطلع القانون يبقى المساحة نص النق بعشرة يبقى نق تربع بمية هاء دائري باتنين فاصلة 619 الجا مية وخمسين عايز اجيبها بالآلة خلي بالك الجا دي في الربع التاني يعني هتطلع بالموجة الجا يعني صين مية وخمسين واضغط يساوي طلعت نص يبقى انا عندي بقى تنص طرحت وضربت في خمسين طلع عندي مية وخمسة وخمسة وتسعين من مية سنتيمتر تربية الاول تعال بقى نشوف الجزء التاني من الوحدة التانية بتاع حسان المثلثات لما نشوف بقى العلاقات الاساسية للدوال وعندنا قاعدة الجا وقاعدة الجتة وعند قانون مجموع فرق زاويتين وعند قانون ضعف الزاوية خلي بالك انا قبل كده شرحت لك حاجة اسمه السداس العجيب جبت منه قوانين نسيت طيب لو انت فاكر خليك معايا ولو نسيت برضو خليك معايا في كلتا الحالتين انا هقولولك تاني هرسم لك السداس العجيب اللي عندي ده وهطلع لك منه عدة قوانين في حساب المثلثات وانبسط الدنيا تعال نشوف ادي السداس جميل خالص وهكتب هرسم الاقطار بتاعتنا والاقطار عندي هتتقطع في نقطة خلي بالك هو طريق الترتيب مهمك شوية اول حاجة انا هكتب النسب اللي عندي الاساسية ادي الض بيساوي الجاء على الجتة يبقى جاء وهنا بعديه جتة طيب خلي بالك الجاء والجتة الض يبقى هنا ايه العائلة بتاعتها الض وكل اللي فيه تأخليه في نحية دي يبقى هنا فيه قطة تمام يبقى هنا بقى ايه لمين القاء وحطي لي في النص واحد حطولي في النص كام واحد تعال بقى نشوف ايه اللي انت عايز تطلعه من هنا اقول لك تعال احنا هنطلع حاجات بتاعة جدا اول حاجة لأي ثلاث نسب متتالية يعني ورا بعض الض والجا والجات الاولى تساوي التانية على التالت صح يبقى الض يساوي الجا على الجتة صح خدها بقى امشي بنفس الطريقة يبقى الجا تساوي جتة على الض الض الساوي قط على قا امشي النح التانية يعني عكس عقارب الساعة كمان اه يعني تمشي كده او تمشي كده يعني القا تساوي قط على ز طيب طلع بقى من هنا للصبح تعال القاعدة التانية يعني نفس الثلاث زوايا او ثلاث نسب لأي ثلاث نسب متتالية احدهما تساوي اللي قبلها في ضرب اللي بعدها يعني الجا اللي في النص دي تساوي الجتة في الض الجا تساوي الجتة في الض تعال نشوف كده الكلام ده صح ولا اه صح لو دربت طرفين في وسطين الجا في واحد بجا والضاف الجتة يبقى لأي ثلاث نسب متتالية اللي في النص بتساوي ايه بتساوي اللي قبلها في اللي بعدها اللي قبلها فين في اللي بعدها جميل خالص طيب ايه كمان قالك تعال بقى للاقطار اي نسبتين على القطر حاصل ضربهم اللي في النص بواحد يعني الجا في القطع بساوي واحد القا في الجتة بواحد الضاف الضط بواحد ايه كمان قالك ان برضو على القطر احدى النسبتين تساوي واحد تقسيم الاخرى يعني يعني الجا تساوي واحد على قطع واحد على ايه على قطع والقطع واحد على جا لها مقلوبها طيب والقا واحد على جتة والجتة واحد على قا الضط نفس الكلام جميل ايه كمان قال لي لأي مثلث قعدته لأعلى ورأس للأسفل فين المثلثات دي اه اه ادي واحدة ودي واحدة ودي واحدة بس في تاني لا قال لك ايه بالنسبة للمثلثات دي قال لك مجموع مربع اي نسبتي القاعدة يساوي مجموع مربع الايه الرأس يعني جا تربيع زائد جا تربيع يساوي مربع الواحد تربيع بواحد الله طيب ذا تربيع زائد واحد يساوي قا تربيع ذا تربيع زائد واحد يساوي قا تربيع ايه الكلام الجميل ده ايه كمان قال لك منا ممكن اطلع من هنا بقى قوانين اقول القا تربيع بتساوي ايه ها بتساوي انا عندي هنا واحد زائد ذا تربيع تبفرض ان انت جايب الزا تقول لي واحد ناقص ناقص واحد يعني انا من هنا ممكن اطلع ثلاث معادلات اخرى اخر حاجة عندي في السلاس العجيب ان كل نسبتين على خط افقي يتمموا بعض يعني جاها تسوي جتا تسعين نقصها ما انا عارف بقى المتمم المتممه مجموحهم تسعين يبقى جاها يسوي جتا تسعين نقصها والعكس يبقى برضو جتها يسوي ايه جا تسعين نقصها ده كان السوداسي ايه العجيب اللي انا بطلع منه مجموعة من القوانين وسهلة جدا تعال نشوف مسائل تانية هنا بقول لي اختصر المقدار ده بدون استخدام الالة الحسبة يعني انا مش هستخدم الالة الحسبة وبقول لك انا عندي هنا تلت نسب خلي بالك ان هما دون نسب هستخدمها باستمرار في المسائل دي ايه هما يا استاذ قال لكrás الـ 30 والـ 35 والـ 60 30 45 60 30 من مسلس 30 60 القائم الزاوية والـ 45 من المتطابق الضلعين القائم الزاوية لو ده واحد ده اتنين ده جزر ثلاثة من فسغورس لواحد واحد ده جزر اتنين وخلي بالك الجا مالها مقابل على وطر فاكر لما قلت لك ايه الجا والجتا فيهم وطر والوطر دايما تحت تحت يعني ايه يعني في المقام الضا والضطب دون الوطر وهم عكس بعض يعني مقلوبين مع بعض الجا والجتا فيهم وطر والوطر ايه تحت يعني فين في المقام